شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس لكن تعاود الارتفاع مرة أخرى يومي الجمعة والسبب وأيضا غدا بتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أقل بقليل لكن أثناء الليل بتكون الأجواء باردة نسبيا وأيضا نسبة الرطوبة مرتفعة هناك فرصة لتشكل الضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سي إف آي المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل نسبيا وأيضا رطوبة أعلى وبالتالي هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الخميس لتكون قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا أيضا الرطوبة النسبية مرتفعة حوالي 91% هناك احتمال لتشكل الضباب في مناطق البادية والسهولة الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات والملموسة 5 درجات أجواء باردة إلى باردة نسبيا أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم غد الخميس انخفاض على درجات الحرارة رايح تكون حوالي 13-14 قريبة من معدلاتها أو أقل بقليل ما بين درجة إلى درجتين أجواء مشمسة تخللها ظهور بعض السحب المنخفضة درجة الحرارة المتوقعة زي ما حكينا 13-14 العظمى والصغرى بحدود 6 درجات أجواء باردة نسبيا ليلا يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة بارتفاع تدريجي إن شاء الله بتكون يوم الجمعة 14-15 حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أيضا أجواء مشمسة يتخللها أحيانا ظهور بعض السحب المنخفضة والصغرى أثناء الليل أو الأجواء أثناء الليل باردة نسبيا والصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة بتكون بحدود 15-16 حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل درجة إلى درجتين أيضا أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب المنخفضة أحيانا وأيضا الأجواء تقريبا بتكون وقت ظهيرة لطيفة لكنها باردة في أطراف النهار وأثناء الليل أيضا أثناء الليل أجواء باردة نسبيا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 8 درجات لكن بنلاحظ أن يوم السبت أثناء ليلة السبت راح تكون الأجواء تقريبا أدفأ من الليالي التي سبقتها لاحظ أن الخميس بتكون ليلا بحدود 6 الجمعة 7 لكن السبت بحدود 8 والأحد راح تكون بحدود تقريبا 10 درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المنخفضة نبدأ من المناطق الشمالية المناطق الشمالية أجواء ومشمسة تقريبا لطيفة أثناء النهار في ساعات ظهيرة باردة نسبيا ليلا إربط 18-8 عجلون 17-7 جرش 20 إلى 8 والمفرق 20 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى أيضا أجواء مشمسة لطيفة وقت الظهيرة البلقاء 16-5 ولكن الأجواء باردة نسبيا ليلا مأدبة 16-6 البحر الميت معتدل نهارا لطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقعة 13 عمان 16-6 والزرقاء 20 إلى 7 درجات مئوية أما المناطق الجنوبية المناطق الجنوبية الكرك 17-8 الطفيلة 15-7 الشراح 14-4 ومعان 21-6 أجواء لطيفة نهارا وقت الظهيرة لكنها باردة نسبيا ليلا العقبة أيضا أجواء منتدلة بالنهار لطيفة ليلا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة 24 والصغرى 13 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء ومشمسة لطيفة نهارا لكنها باردة نسبيا ليلا الأزرق 23-10 الصفاو 22-9 الرويشد 23-7 درجات مئوية مشاهدين نشكر لكم متابعتكم شكرا لكم وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم للتطوير العقاري أكتب حتيب المحرق